موسيقى تعالوا نتكلم كلام جد وكلام مهم طيب وحدة وحدة كده في حاجة كده بنسميها المسئولية التاريخية يعني ايه المسئولية التاريخية في بلاد في اقلمها في محطها الجغراسية او السياسي لها دور وبتتحمله بشكل تاريخي طول الوقت طول الوقت يعني على سبيل المثال فرنسا في اوروبا تظل دايما الشقيقة الكبرى سياسيا لدول اوروبا ده من زمان يعني احنا بنتكلم على ان فرنسا تتحمل هذا الدور باعتبارها عاصمة القرار السياسي الاوروبي او الدولة الاهم سياسيا في اوروبا قدر دايما على خلق تفاهمات ما بين المجتمعات الاوروبية حتى في ظل اقصى واشنع الحروب اللي مارت بها اوروبا ففرنسا دايما قدر على خلق التفاهمات دي فرنسا كده بقالها تقريبا 1200 سنة حلو؟ طيب مثلا تيجي تشوف عندنا في مصر او عندنا في هذه المنطقة اللي هي جنوب المتوسط شمال افريقيا منطقة شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشام والعراق القرى الافريقية بالكامل مصر هي اللي المتحملة هذه المسئولية ليها دور تاريخي طيب الادوار التاريخية دي بتيجي ازاي؟ بتيجي لانه الدول بتكتسب مجموعة من الخبرات نتيجة الارث الحضاري الكبير انتو عارفين انه الحضارات والدول اولها لم يكن في اوروبا على الاطلاق اوائل الحضارات كانت مصر والعراق والصين طيب الحضارة الاقدم مصر سيبك من السباء بس هي كده اول دولة معروفة تاريخيا لدى الانسانية اسمها مصر بعض الابحاث وبعض الروايات بالعهد القديم بتقول ان في بلد اسمها مصر نسبة الى مصراييم اللي هو حفيد سيدنا نوح ماشي هتيجي تقول لك سيبك من القصة دي اقول لك على الاقل في كيمت بعدها مثلا طيب وجود مصر في هذا الحيز ووضعها الجيوسياسي اللي هو الجغرافيا السياسية انها موجودة للربط ما بين القارتين والربط ما بين البحرين الربط ما بين البحر المتوسط وما بين القرى الافريقية الربط ما بين هذا الجانب في اقصى الغرب الاسياوي وما بين القرى الافريقية بالكامل علاقتها بشمال المتوسط علاقتها التاريخية علاقة الحضارات وعلاقة الثراعات ايضا خلى ان مصر بطبيعة الحال هي عاصمة القرار العربي بل ازيدك من الشعر بيت والافريقي تاريخ مش بمزاجنا لو نقدر ان احنا ما نشلش كل هذه المسئولية ما كناش شلنا لكن هنعمل ايه لازم نشل تاريخنا كده فتجد حتى ان الصراع العربي الصهيوني منذ بدايات اندلاعه في اخر سنتين من القرن التسعتاشر وحتى هذه اللحظة مصر هي اللي شايلة تقريبا تسعين في المائة من هذه المسئوليات على كل الاصعضة سياسيا وعسكريا واقتصاديا وانسانيا كل حالة مصر تتحمل دائما مسئولية كل ما يحدث في افريقيا وتساعد طول الوقت في رأب الصدوع وخلق اصلاحات وتفاهمات واستقرار وسلام وهكذا مصر طول عمرها شايلة العرب وهتفضل بالمناسبة سعداء بدأ اكيد ليه؟ لانه جزء برضو من تركبتك الاجتماعية تركبتك الوجدانية كشعب عمره طويل جدا امه هي الاقدم في التاريخ اصبح في عندك تراكم انساني ان انت متحمل مسئولية عارف كده زي ما يبقى في عندك عيل اتولد متحمل المسئولية هو خلقته كده واخوه مش كده خالص مستهتر مثلا يعني مصر مبارح كان عندها اجتماع شديد الاهمية قمة عربية سلاسية القاهرة عمان فلسطين النهاردة هنا بقى خد بالك النهاردة رئيس جمهورية مصر العربية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة ابو ظبي التشاورية اللي بتجمع مصر والاردن ودول مجلس التعاون الخليجي هنا يصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان مشاركة فخامة الرئيس في قمة ابو ظبي جاية في اي اطار هو حرص مصر على تدعيم وتطوير تدعيم او الدور وتطوير استكمال الدور اواصر العلاقات مع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة طبعا والتعاون بشأن تعزيز قليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية طيب هذه القمة التشاورية كانت بتبحث التنسيق بشأن تحقيق الامن والاستقرار الاقليمي والدولي مما لا شك فيه كمان شارك فخامة الرئيس مع الشيخ محمد بن زايد قال نهيان رئيس دولة الامارات في اجتماع مجلس قصر البحر بالعاصمة الاماراتية ابو ظبي اجتماع مجلس قصر البحر ده الاجتماع الأسبوعي اللي بيجلس فيه كبار رجال ابو ظبي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بس الرئيس حضر الاجتماع رئيس بتاعنا صرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بانه مجلس قصر البحر زي بكنت بشرح لحضراتكم هو الاجتماع الأسبوعي بدولة الامارات يحضره رئيس الدولة في الامارات كبار رجال الدولة والمسئولين والمواطنين في الامارات كلها وابو ظبي بطبيعة الحالة ارجو ارجو للمشاهد المشاهد الواعي انه يبقى مركز كويس جدا في لقطات الاجتماع بتاع ابو ظبي النهاردة وتشوف انه كل قائد وزعيم ورئيس وامير جاب مين معاه من رجال دولته ولازم تشوف الاحاديث الجانبية ما بين رجال كل دولة ونزراءهم واصدقائهم وزملائهم في الدول المشاركة بص كويس هتفهم الاجتماع هيطلع بايه طيب تعال نروح على العماء ايوة خلوة طب نركز يعني انا بالنسبة ليه احب ان انا اشوف الزعماء العرب قاعدين مع بعض بيتشوروا بيتفاهموا بيحاولوا ايجاد حلول دائما ركز بقى فيه محادثات ومش ايوة مشاورات رجال الدولة او رجال الدول العربية مع بعض دي بقى المشاورات بتاعت رجال الدول مش القادة والزعماء بس مثلا ايو حاجات زي كده دي لقطات مهمة جدا ودالة جدا 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 طيب تعال نروح لخبر الحقيقة انا دائما يعني ما كنت اتوقع حاجة شبه كده طول الوقت الخبر هو مشاركة جلالة الملكة رانيا ملكة الاردن عبر حسابها على موقع فيسبوك صور من زيارتها مع العاهل الاردني صاحب الجلالة الملك عبدالله التاني لمصر ولقاءها بالسيدة انتصار السيسي حرم فخامة رئيس الجمهورية متوقع ده لي يا يوسف لانه الحقيقة انه الملكة رانيا عندها حب حقيقي حقيقي وراسخ وعميق تجاه مصر فبالتأكيد مش بس من الباب البروتوكولي ولكن من باب المحبة والمودة والتقدير شاركت هذه الصور مع قرينة فخامة الرئيس السيسي شكذا اقولك انا وكأني متأكد انه ده هيجرأ من امبارح فخامة الرئيس السيسي طبعا زي ما حضركم عارفينه زي ما كنا بنتكلم كان امبارح فيه بيستقبل الملك عبدالله التاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية والرئيس محمود عباس ابو مازن رئيس فلسطين ضمن القمة الثلاثية المصرية الاردنية الفلسطينية فاصلوا نكمل الحلقة توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة المزارعين بداية من توفير كل المسلزمات الزراعية الى توفير المياه المطلوبة للزراعة فضلا عن توفير سلالات رؤوس الماشية وفي ظل ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية كان الرئيس السيسي سباقا بدعم الفلاح وموجها بزيادة توريد اردب القمح للمزارعين من الف جنيها الى الف ومائتين وخمسين جنيها وذلك بعد لقائه بمزارع القمح أثناء زيارته لمدينة شربين ده اللي الدولة حاولت ما تعكس الأزمة اللي موجودة برا على أهله بالمناسبة محدش بيدفع حاجة من اين هل يجيبش مجيب؟ يجيب مين؟ يجيب ماس؟ يجيب مين؟ بس برضو يعني القلب على قلب رحمه القلب ايه؟ أنا سعيدة لشيطيكم دهار تشكريه كل سارة انتوا طيبين سنقولنا على مصارك لانصباح دعاتكم طيب الرئيس السيسي وجه كذلك بضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمصانع ومنظمات المجتمع المدني لدعم المزارعين وأصحاب رؤوس الماشية لزيادة إنتاج الألبان مشيرا إلى أن مبادرات رؤوس الماشية سوف تغير حياة المزارعين يا جماعة إذا ما كناش هنقدر نغني الناس نغني يعني نغني يعني المزارع اللي بيديك تاتة أربعة كيلو للرأس الماشية بيأكلها زي اللي بيأكل تقريبا مش هقول لي يعني عشان يكون منصف رأس تانية ممكن تجيب خمسة وعشر وثلاثة كيلو واكتر من كده وبالتالي نفس الجهد ونفس الخدمة اللي بتتعمل للرأس الماشية اللي يجيب تلاتة أربعة خمسة سبعة حتى عشرة ممكن طيب أنا عندي فرصة أن يديني خمسة وعشرين وثلاثين وممكن أكتر من كده الفلاح المصري لم يغب أبدا عن أعين الرئيس السيسي واهتماماته وهو ما ظهر جاليا مؤخرا خلال فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حيث وجه الرئيس السيسي الشكر للمزارعين المشاركين في مبادرة إزرع ولكافة المزارعين في مصر رحتنا مشهور لكم على موضوع زي موضوع الأصب السكر اللي هو هيخلي الفدان يصل لسبعين ولا كده كتير سبعين تن ستين تن خمسة وستين تن هو بيجيب أربعين أقل شوية طب هو هيجيب الكمية ديت وبمية أقل يبقى النهارده لو أنا عندي فدان أصب كان بيجيب لي 40 طن 35 طن وبقى بيجيب لي 50 ولا 55 طب ما أنا هزاودت أكتر من 20% من إنتاجي على نفس مساحة الأرض وكمان قلت الميا بتاعته فده جهده آخر احنا محتاجين احنا نشتغل فيه مع بعض عشان يعني عشان خطر بلدنا وانا بشكركم وصعداء جدا باللي انتم حققتوا ومسال جميل جدا وبرضو تاني بشكر كل مزارعين مصر القطاع الزراعي شهد تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تنمية السروة الحيوانية ومشروع إحياء البتلو وتنفيذ أكبر مشروع للصوب الزراعية بالشرق الأوسط بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الاستزراع السمكي كما ركز الرئيس السيسي على مشروعات مجمعات الأسمدة والمشروع القومي لإنتاج التقاوي ومشروع المليون رأس ماشية ومشروع كرت الفلاح وغيرها من المشروعات التي ساهمت في النهوض بالقطاع الزراعي في مصر وبهدف توفير السلع الاستراتيجية والغذائية للمواطنين جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته المستمرة لمعدلات الإفراج عن البضائع من المواني على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق موجها بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى المواني وتحت رعاية الرئيس السيسي تنوعت المبادرات التي تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من بينها مبادرة كلنا واحد وكذلك أهلا رمضان وغيرها من المبادرات التي تخفف عن كاهل المواطنين كما جاءت توجيهات الرئيس السيسي باستمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي أقامتها على امتداد رقعة الجمهورية بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة يا جماعة أنا برتب نفسي أن أتحول لمستثمر زراعي لما أطلع معاش يعني يفضل لي 12 سنة وأتحول لمستثمر زراعي حاجة كده ده مش بقى long run investment ده very long run investment بس أنا فعلا مش هزار بفكر في الحكاية دي عارف ليه وجد مش هزار يعني لأنه أنا شايفي أن في خطوات رائعة عظيمة بتحصل في بنية مصر لو صح التعبير يعني بنية مصر الزراعية بمجتملاتها يعني الزراعة يعني الصناعات المرتبطة الصناعات الغذائيلة الصناعات المرتبطة بالزراعة يعني مثلا تربية المواشي تربية الدواجن الصناعات المرتبطة بيها زي الأجبان والألبان والحاجات اللي زي كده دي يوم ما هنبقى مستقرين فيها 100% و 11 فل و 14 حالنا يتغير في كل حاجة مش بس ان احنا هنبقى طول الوقت مؤمنين نفسنا غذائيا ومش بس علشان ساعتها الاسعار تستقر او 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 لا لان ده معناه ان انت هترجع تاني تصدر حاجات كتير احنا بنصدر منتجات زراعية بصدر منتجات زراعية عندي منتجات زراعية بقت مشهورة عالميا بانه ده جاي من مصر يعني برتقان مصري عنب مصري ما العظيم الامريكان قالوا على العنب المصري على صفحتهم الرسمية كلموا عليه يعني وقالوا انه تفوق على العنب بتاع جنوب افريقيا اما في البرتقان فهو متفوق على البرتقان الاسباني طيب بناء على توجيهات فخمة الرئيس وخصوصا بعد لقاءه بالمزارعين اثناء زيارته لمدينة شربين اعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رفع سعر توريد اردب الامح من المزارعين خمسة وعشرين في المية زيادة فيبقى قيمة التوريد بدل الف جنيه للاردب تبقى 1200 وخمسين للاردب زيادة خمسة وعشرين في المية زيادة طيب كمان اعلن رئيس الوزراء عن بدء تطبيق مبادرة دعم القطاعات الانتاجية في الصناعة والزراعة الاسبوع الجاي بشريح التمويل ايمتها 150 مليار جنيه الفايدة مخفضة 11% فقط هتيجي تقوله طيب وبقيت فروق الفايدة عم يوسف هقولك الدولة هتتحمل فرق سعر الفايدة اللي تقريبا هيصل الى حوالي او تكلفته حوالي 10 مليار جنيه سنوية في المؤتمر الصحفي افاد رئيس الوزراء الدكتور مدبولي انه الفترة من 14 خد بالك في حاجة حدوة بتحصل والله العظيم من 14 ل 17 يناير يعني احنا النهاردة كم يا وليد احنا نهاردة 18 حلو يعني احنا 14 15 17 17 الاربعة ايام اللي فاتوا دول شهدت الافراج عن بضائع من المواني بقيمة 4.8 من 10 مليار دولار ومن يومين كنا بنقرأ التقرير بتاع البنك المركزي طيب واجب التنوية بلد دفعت 2.5 مليار دولار اقصاد ضيون بلد افراجت عن بضائع في المواني تقريبا بحوالي اظن 5.3 من 10 اكتر والله يجيب 8 مليار دولار لحد دلوقتي تقريبا اكتر من 8 مليار يعني انت دفعت 2.5 مليار من الديون ودفعت اكتر من 8 مليار علشان الافراجات بتاعة البضايع وكمان زودت الاحتياطي بتاع البنك المركزي من العملة الصعبة معناه ايه سؤال ما تروح قدام حضرتك معناه ايه قول انت ده معناه انها بلد ماشية مظبوط او بتتحرك مظبوط ولا لأ بس كده الفكرة في انه بلد مستوى المعيشة بتاعها تكلفته زاد على المواطن خمس اضعاف بس نقطة من اول السطر بلد ومش اي بلد المانيا رابع اقوى واكبر اقتصاد على مستوى العالم واقوى واكبر اقتصاد في اوروبا القاطرة الاقتصادية بتاعة الاتحاد الاوروبي تكلفة المعيشة زادت خمس اضعاف تحب اسردلك المراجع يعني اسردلك الرفرنسز ولا هتعمل انت الهومورك بتاعك اعمل انت الهومورك بتاعك لحد ما اروح بتكلم كلام مفيد مع الدكتور محمد القرش المتحدد باسم وزارة الزراعة زاكا دكتور اهلا بسلام سيد جوسي عامل ايه ايه الاخبار الحمد لله اشكر احكا قولي على موضوع زيادة سعر اردب القمح وبعدين اعايز اسألك انا شوية حاجات تانية يعني الاول اسمح لاشكر حضرتك طبعا والحقيقة احنا بنتكلم الدولة المصدرية كانت وقت اتجاه انها تدعو زراعة بعض المحاصيل استراتيجية وكنا نفذنا منظومة للزراعة التعقدية بهدف تعم الفلاح وتعزيز قدرات الفلاح والاهتمام بالفلاح المصر وتحسين دخوله من ضمن هذه المحاصيل كان محصول القمح والدولة المصرية اخدت مبادرة انها اعلنت عن سعر القمح قبل موسم الزراعة يمكن بشغرية وحطينا سعر كان سعر استرشادي وقتها 1000 جنيه للاردب مقارنة بالعام الماضي العام الماضي كان السعر تقريبا 820 جنيه وبعد الحوافز اللي تم اضافتها كنا وصلنا 880 جنيه للاردب بعد كده عملنا زيادة في هذا الموسم ووصلنا ل1000 جنيه كان توجيه السيد الرئيس ان احنا نعيد تقييم السعر بعد موسم الحصاد وعند موسم الحصاد لنضمن للفلاح افضل دخل ممكن خلال عملية توريد العام الحكومة النهاردة اعلنت ان هي بترفع سعر التوريد 250 جنيه للاردب الواحد يعني تريد من 25% زيادة بحيث ان الفلاح يورد دلوقتي ب1250 جنيه طبعا سعر ان شاء الله يكون سعر كويس للفلاحين ويكون سعر تحفيز الهدف منه ان احنا نساعد الفلاحين وندعمهم ونحسن نساعد دخولهم واللي جانب ان احنا بننفذ لهم العديد من المشروعات المكملة اللي بتعتبر شكل من اشكال الدعم المقدم للفلاح زي توفير الاسمدة وتطوير التقاوي وتطوير اسالي بالزراعة انا بوفر له اسمدة وتقاوي محسنة علشان الاصناف الجديدة بسعر معقول برضو صح؟ طبعا طبعا واحنا كمان بنعمل منظومة التقاوي احنا بنضعها في انتاج التقاوي بشكل كبير جدا علشان نوفر للفلاح تقاوي معتمدة فيقدر نوعي يستخدمها لو استخدم تقاوي المعتمدة طبعا لفلاح بتزيد انتاجيته لما يزيد له 2-3 ارزب في الفدان ده بيمثل دخل كويس بالنسباله بنطور نظم الزراعة زي احنا نقول بنستخدم نظم الزراعة المساطب وبنعمل حقول ارشادية وميام حقلية للمزارعين علشان نضبقها هذه النظم بنعمل دورات تدريبية بنعمل خريطة صنفية عشان نشجع المزارعين على زراعة الاصناف المناسبة ليهم ونعلمهم من لهم ايه الاصناف المناسبة لكل منطقة عشان يحصلوا على افضل انتاجية ممكنة ده كل ده بينعاكس بشكل مباشر على دخل الفلاح على كمية القمح المنتاجة على النسب الاكتفاظ باتي على مستوى التحسن الاجتماعي يعني الدولة المستوى حتى مش بس تستعمل الكلام ده في المحاصيل انما كمان بنعمل مبادرات لحياة كريمة لعاجمة المشروعات الهدفها تطوير حياة الفلاح وتحسين دخل الفلاح وسكر المناطق الريكاية طبما اني بذكر عشان اتحول لمستثمر زراعي بعد ما اطلع معاش فانا متذكر كويس او اتذكر على قد ما افتكر يعني انه احنا كنا بنحقق اظن في الطن حوالي 21 اردب صح كده في الفدان ايه ايه في الطن 21 اردب دي اه انا مش ناين بقى ديومين والله بجد مش زار ومسافر وجاي ومطبق وحالة صعبة خالص اه في الفدان كنا بالحقق تقريبا 21 اردب صح كده هو احنا كنا بالفعل احنا في الموسم الماضي كان متواصل انتاجية كانت بتكلم في حالي من 18 ل 20 فيه ناس قدروا ان هما يوصلوا ال 25 و 26 اردب وفيه ناس قدروا يوصلوا ال 30 اردب فكان فيه تطور كبير حاصل في انتاجية الامحس اللي فاتت الموسم المواصب قبل كده بقى لو بتتكلم بنقارن اللي حصل اليومين دول بما قبل بقى 2010 و2014 وما قبل ذلك هلاقي ان كانت متواصل انتاجية انا بنتكلم في 10-12 اردب ده دي كانت اسمها الموسم تعبان يا قلبي لا خلينا في الجديد احنا مقبلين على موسم حصاد ان شاء الله يبدأ في ابريل مظبوط؟ ان شاء الله احنا متوقعين انتاجية تصل الى قد ايه متوسط عام والله لو بنتكلم على الشكل العام او المتواصل العام انا نتكلم في ان شاء الله من 18-20 اردب برضو هذا العام طبعا كده هيكون فيه مناطق اخرى هيكون فيها تطور اكتر في الانتاجية باذن الله ولكن المتواصل العام هيكون اعتقد مقارب للمتواصل العام العام طيب هروح بقى الحاجة برضو علشان انا مواخد قرار يعني ساعتها حضراتكو هتوقفوا معايا جدا فاول ما تحول لمستثمر بعد 12 سنة يدلنا جميعا العمر الرئيس طالما تحدث على موضوع الانواع الجديدة بتاعة المواشي المنتجة للالبان والمواشي المنتجة لللحوم وكان طول الوقت متحمس جدا وبيشجع جدا على ان احنا نجيب الانواع الجديدة دي نوديها للمزارع الكبيرة وايضا نوديها لصغار المربين خدنا خطوات جديدة فيها دكتور ونالس يعني هو الحياة فيه مبادرات بتطلق وفيه تنسيق مستمر مع المجتمع المدن وخلينا موضوع تحسين السلالات ضمن مكونات مشروع البتلو واللي من خلاله يقدر المزارع انه يحصل على سلالات محسنة وراثيا عليها في الانتاجية تساعده فيه زيادة داخل وسيادة انتاجيته وشغالين الحياة بشكل كبير في هذا الامر لجنب مشروعات لتحسين الوراثي خلال التلقاح الاصطناعي وده بيعمل تحسين تدريجي للمزارعين في انتاجيتهم نحن مشروعات كبيرة في هذا الامر لجنب توزيع بعض السلالات بتنسيق مع منظمات المجتمع المدني فالحاجة بهود كبيرة مزدولة في هذا الامر وان شاء الله يكون فيه نتائج قوية خلال فترة بإذن الله دكتور ألف شكر ليك ونبي بلغ تحياتنا لمعالي الوزير ألف 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 شكر دكتور محمد الإرش المتحدث باسم وزارة الزراعة تيجي تقول يوسف ليه قلت لك دكتور محمد الإرش بلغ تحياتنا علشان الحقيقة الرجل ده مش عالك باس قوي قوي وصامت هادئ نادرا ما تجد له تصريحا صحفيا أو إعلامين بيشتغل فيه هدوء طيب تعالوا نروح مع بعض نتكلم على إيه بقى تعالوا نتكلم على نفس القصة لأنه بردو هي مهمة جدا هنرجع هنا فيها لدكتور كريم عادل مدير مركز العادل للدراسات والأبحاث الاقتصادية على مسألة زيادة سعر التوريد وده مهمة جدا خليني الأول أرحب بدكتور كريم إزاك يا دكتور مساء الخير عامل بيه أخبارك إيه آخر مرة شفتك كنا في سنة عشرين اتنين وعشرين هي صحكت من شهر ونص بس برضو تعتبر في عشرين اتنين وعشرين عايزين نشوفك تاني وحريتك تاني لا يا فرد دايما تنورنا دكتور كريم هل السعر الجديد سعر محفز ومشجع للمزارع كي يورد ولا ممكن بعض المزارعين يقولوا لا إحنا محتاجين المزيد من الحوافز أو المزيد من الدعم مثلا على التقاوي المعتمدة على الأسمدة إلى آخر يعني طبعا زيادة سعر الباب الأمح كان من ضمن مجموعة القرارات اليوم اللي أعلن عنها السيد رئيس مجلس الهدرة نشير بجئة أن هي مجموعة طورات هامة أهميتها تحقيقا لا يكتصر فقط على طبيعة القرارات وما تضمنتها من إجراءات ولكن أهميتها بتمتد إلى أهمية التوقيت المتخزة والمعلنة فيها ده طبعا بالإضافة للأرقام والنتائج اللي تم الإعلان عنها وعن تحقيقها دي بتعتبر بمثابة رسائل تمقلة للمواصلين والمستثمرين والممتكين أيضا بالنسبة طبعا لي رفع شهر أرجاب القمح إلى 1250 جنيه ده بيعتبر حاتز مهم من شأن تحقيق مستهدفات الدولة نحن تحقيق الاتفاق الزاتي من القمح واللي بيعتبر أحد أهم السلع الأساسية للمواطن المصري وبيساهم فيه تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين طبعا دي نقطة مهمة جدا تحفيز الفلحين والمدارعين على زيادة الإنتاجية والطوريب فإن احنا بنشهد أجمد غذاء عالمية وبالتالي بيأتي ذلك في إطار في وقت الدولة نحن تحقيق الاتفاق الزاتي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين والأسر المصرية واللي بيعتبر طبعا القمح أحد أهم هذه السلع والغذاء عزيم جدا طيب عايز أخذ حضرتك يا دكتور ونروح على المبادرة 11% رأيك وتأديرك لمبادرة 11% لتشجيع وتحميس وتحفيز الصناع للعودة بكامل طاقتهم مرة أخرى طبعا هي مبادرة جديدة الهدف منها دعم القطاعات الإنتاجية داخل الدولة وبالتالي هي بتستهدد دعم قطاع الزراعة وأيضا قطاع الصناعة هي طبعا نقطة مهمة لأننا نشألها تحقيق الأمن الغذائي والصناعي وبالتالي توفير الجزاء والصناع الغذائية والمنتجات المختلفة اللي بيحتاج إليها المواطن والأسر المصرية من ناحية بالإضافة طبعا لأنها بتساهم في حدوث استقرار للأسعار داخل الأسواق نتيجة توفر طلع ومنتجات محلية بجودة عالية ودي نقطة مهمة جدا على المستوى المتوطف لماذا؟ لأنها بتساهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو تقليل الوردات وبالتالي تخفيف الضغط على المجد الأجنبي وأيضا زيادة التوضرات المصرية ودي بتخلق حالة موارد جديدة من المجد الأجنبي واتصل فينا إلى المتهدف نحو مئة مليار صدرات طبعا زيادة الصدرات والصناعات الغذائية دي نقطة مهمة جدا لأن الدولة المصرية بتستهدف من خلال هذه المبادرة التوسع في الكتاعات الإنتاجية الحالية استحداث كتاعات إنتاجية جديدة استمرار عجلة التزميل والإنتاج داخل الدولة المصرية لما بنقول استمدار عجلة التزميل والإنتاج ده احنا هنا بنحقق استقرار اقتصادي واجتماعي للعملين في المطالع وللأسر المصرية المسؤول عنها هؤلاء العاملين وبالتالي هي مبادرة مهمة توقيتها مهم جدا لأن الدولة المصرية والمنتجين والمزارعين بحاجة لمثل هذه المبادرات وإن أنا بشوفها إن هي بتعكي في قوة الإقتصاد المطري لأن في وقت العالم بيشهد فيه أزمات عالمية الدولة المطرية مستمرة في دعم المنتجين والمصنعين ودعم الكتاعات الإقتصادية المختلفة بكلها عظيم جدا 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 العازي أشكرك يا دكتور كريم نورتنا وشرفتنا ولازم نلتقي في القريب ونقعد نناقش كده أفكار وحلول أشكرك جدا دكتور كريم عادل مدير مركز العادلة للدراسات والأبحاث الاقتصادية عايز بعد الفاصل نروح يعني نحي ونهني أنفسنا بعيد الغطاس عيد قطفي جميل جدا كل قلقاس بعد الفاصل أهلا 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 بحضراتكم بص الاحتفالات الدينية في مصر هي احتفالات مصرية مش احتفالات متعلقة بديانة يعني أنا أشوف طول عمري من يوم ما تولدت ومن قبل ما تولد أسمع وهكذا إحنا في مصر بنحتفل بكل حاجة كلنا بنحتفل بكل حاجة وجزء كبير جدا من احتفالاتنا ليها علاقة بمورثاتنا الثقافية وتقاليدنا وعادتنا مش بس متعلقة بشعائرنا يعني مثلا إيه أنا ما حابش أقولك إيه والمساحيين يحتفلون بعيد الغطاس مش بس طب ما أنا مسلم وبحتفل بالعيد بأن احنا بنعود نجي لسه نبراح وكي القلقس مثلا يعني ده جزء من شكلنا في هذا المجتمع المجتمع اللي بيتعامل مع بعض البعض طول الوقت في وجدانه أو بوجدانه وفي داخل ثقافته وفي عقله وفي عقليته وفي بنائه دون أن ينظر إلى والله الشرائع الأديان المذاب ده مش في دماغنا من قبل ما المجتمع الإنساني أصلا يذهب إلى مسألة يا جماعة وكلنا أبناء وطن واحد هو احنا في مصر طول عمرنا كده خلقتنا كده مصريين أقباط مصريين بس طيب كل سنة وكلنا طيبين بعيد الغطاس لاحظ أنه اللي اتنين بيحتفلوا بنفس الاحتفال مصر الفاطمية وأقباطها المسيحيين يعني الأقباط أو الفاطميين الأقباط والمسيحيين الأقباط اللي اتنين بيحتفلوا بنفس الطريقة تاني هو وجدان واحد ثقافة واحدة عقل واحد روح واحد ترقب الكل المجتمع كل مصر منتظرة جلسات الحوار الوطني ملفات وقضايا منتظرة معانا داخل الستوديو بإذن الله بعد الفاصل دكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب انتظرونا أهلا 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 بحضراتكم وحنا اتفقنا هنتكلم على الحوار الوطني وآخر مستجداته وما نتطلع إليه خلال الأيام القادمة من بدء جلسات الحوار ضفنا داخل الستوديو منوارنا الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب منوارنا يا دكتور أهلا سيد إزاي حضرتك يا فنة كله تمام الحمد لله إحنا كنا بنتكلم مبارح ولا أول مبارح على آخر المستجدات وحدك قلتنا هانت يعني إن هي الأيام معدودات ونبدأ الجلسات هل تم وضع جداول حتى لو مش مفروض تعلنولنا عنها دلوقتي بس بدأتوا تعملوا الجداول أه الأمانة الفنية فعلا عدت شكل محترم جدا لجدول ممكن لمدة شهر أو شهرين أه وهيبقى نظام الجداول هيبقى فيه مثلا محور السياسي هيبقى يشتغل بسهر اليوم السبت تبقى فيه ثلاث جلسات وكل اللي جلسة تلس ساعات على الأقل والحضور يبقى من تلاتين إلى أربعين كيبقى عندي تسع ساعات اه تسع ساعات لمحور عرضان اليوم لمحور السيد المقرر لو لا إنه عايز ياخد امتداد يوم تاني ياخد الحد يوم لاتنين ندخل المحور الارتماعي برضو نفس النظام تلات ساعات تلات مرات تسع ساعات تاني يوم تلات عايز يشتغل يشتغل المحور الاقتصادي الأربع برضو يشتغل الأربع ويشتغل خميس إن شاء الله يعني الدنيا تتحرك بشكل قوي جدا والموضوعات تحددت يعني أعلم أحدكم تعارون أننا فيه تلات محاور كان فيه محور سياسي محور اجتماعي محور اقتصادي كان مجموعة الموضوعات الرئيسية تسعتشم موضوع المجموعات الفرعية مية و تلات عشر موضوع نتكلم في مية و تلات عشر موضوع يعني محور مثلا سياسي عشر موضوع محور الاجتماعي 22 محور الاقتصادي كبير 49. مجموحهم 113 موضوع مطرحين على دائرة البحث. يعني كل موضوع لم يتنج في 113 موضوع. يعني مثلا على سبيل مثال الصحة. قضية الصحة هنشتغل في كم موضوع في اربع موضوعات رئيسية. نمرة واحد التأمين الصحي الشامل. نمرة اثنين المنظومة الصحية في مصر. ثلاثة القوى البشرية من الطباء وتمريد وعملين بقضاء الصحة. اربعة صنعات الدواء في مصر. يبقى دي مثلا موضوعات الصحة. وهكذا في التعليم. التعليم الفني. التعليم الجميع. التعليم قبل الجميع. التعليم الأزهالي وهكذا. يبقى كل موضوع من الموضوعات. هيبقى تحته موضوعات. يعني اللجنة هتشغل على مثلا قضية الصحة. تاخد مثلا القضية السكانية. هنتكلم عن معدل نموه السكان. مسلا. اه بعد كياه خصائي السكان. بعد كياه توزيع السكان. وهكذا. اه فديه هتمشي بالتوازي. اه الحمد لله انا طريبا انتهينا من 90% من الأسماء اللي هتتضع لحضور الحوار. ومين الأسماء تحتها تتضع لحضور الحوار. طبعا في ناس اه اساسيين. اه وفي ناس اه يعني اذا ما رأبوا. يعني عضو مجلس الأمناء من حق ويحضر كل الجلسات. عظيم. اه. انما مش الزام. اه برضو الحكومة اذا ما رغبت او استدعيت. برضو. انما الاساسيين المقرر. المقرر المساعد. الخبراء. المتخصصين. اصحاب الاوراق اللي قدموا اوراق. اه سواء مشروعات قوانين او مخترحات. بيبقى لهم. يعني دول بيبقى لهم اه حضور. اهل الخبرة. يعني مسلا ما اتكلم. اقول مسلا كنت لسه في اجتماع الوقتي. مع عدد مستادة نخباء المهنيين على مستوى اه مصر. يعني جلسة تحضرية انا كنت قاعد معاهم. اه. من ثمن رأساء نقابات مهنية. اه اتفقنا في ما بينهم هيعملوا جلسة لقاء كبير. اه انا هحضروا معاهم. بالخمسة عشرين اه رئيس نقابة مهنية على مستوى مصر. دولت حيدعى كلهم يحضروا الحوار الواطني. يبقى رئيس كل نقابة مهنية هي اتحاد التعاوني. مجلس اتحاد التعاوني يحضروا قضية الخاصة بالتعاونيات. الاتحاد العام لعمال مصر بيحضر الخاص بالنقابات العملية. الجماعيات الاهلية. اتحاد العام لجماعيات الاهلية. يعني معقولة للاتحاد العام. لا موجود. ورأسات اتحادات الاجتماعيات الامركزية. اه. فطبعا. والاضافة ان احنا طبعا فيه يعني نظام للجلسة. اه على اساس ان احنا هزين نطلع بمخراجات. مسألة مش لمكلمة ولا استعراض. ولا تشخيص لمسائل. مسائل متشخصة. اصلا مية وطلاتاشر موضوع صحتك قول. اه. ما تستحملش بقى ان احنا نعد ندخل في جدد. اه. اه. بعدين برضو اما فينا نقاط ما انا قلش مش حابق فيه نقاط خلافية فيه طبعا. اكيد. لانه منقشة. منقشة. واحنا بتبقنا على ايه. حتى لو لو انتهى الامر. بعد المناقشات الواسعة. اه. ووصلنا فيه نقطة خلافية. فيه موضوعين مسلا. ما ترون ما تروح. وطلعنا برؤية اوجيتين نظر. يطلع اوجيتين نظر في خمت الرئيس. زي مهم. اه. ما فيش مشكلة. لا. وهو بقى سيد الرئيس بقى يكرر اه. ايه اللي ممكن يتاخد او حاجة. يعني هذا القبيل. يعني مش هنقدر نقول لازم اطلع بحل واحد. لا مش بالضرورة. لان فيه مسائل مسائل شائكة. وهتحتاج اه مناقشات ومعتاج حوارات. بنطلع. اه. في. يعني ان شاء الله انا بطمن كل المشاهدين. بطمن كل المصريين. بنكشرة حضرتك. لا ان شاء الله الحوار موجود. والحوار قوي جدا. واحنا اتاخرنا عشان كنا بنعمل. يعني برضو. يعني موضوع مسهل نكتحدد مية وطلع تاشر موضوع. مسهل نكتحدد حوالي تلات تلاف واحد هيشاركه. في الموضوعات. مسهل انك انت تعمل ليحة نظام اه تنظم العملية. عشان عايزين نخرج بمخرجات. احنا بنشتغل شغل جاد. يعني اصل اسهل حاجة في الدنيا. انه من وقت ما الرئيس اعلن عن انطلاق الحوار في ستة وعشرين ابريل سنة عشرين اتنين وعشرين. كان تلات اربع اسابيع. وتقولون خلاص يا جماعة احنا خلصنا كل حاجة. وهنبدأ الجلسات. ونقبضوا تلات اربع اسابيع. ونطلع ورقتين ونقول له. لا. ده ستة وتسعين الف مقترح جمع المواطنين. ستة وتسعين الف مقترح. من المؤسسات والنقبات والجامعيات والاحزاب السياسية. كل القوى الوطنية. بعت تقول مواطنين عاديين والوزراء. وخمستاشر الف مقترح مشروع قانون. فانت عليك انك انت تبص على الحاجات دي كلها. وتبصها بدقة شديدة جدا. لان الموضوع انت انت بترسم الجمهورية جديدة. الموضوع مش موضوع ان انا عايز اطلع. يعني انا كنت اعوده في الاجتة الخمسين لعمل الدستور. فيه فرق كبير جدا بان انا بعمل دستور. وكان معمول لنا تايمينج تسعين يوم عمل نخلص فيه الدستور. انا فيه مواد هطلع عليه. خلاص. انما ده اعطت سياسات بتبني دولة. هناك فرق. سياسات هتبني دولة جديدة وجمهورية جديدة. في كل مناح للحياة. هل اقدر اوصفها بانها سياسات. واللي هي توصيات. قد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ بها. يعني في انها خلص سياسات بيرسمها قطبين. الجهاز التنفيذي للدولة وعلى رأسه الرئيس. والجهاز التشريعي للدولة لو صح التعبير. وهو البرلمان بغرفته. لانه البعض بيخلط ما بين. دور الحوار الوطني وما بين البرلمان. لا هناك فرق كبير. يعني اولا البرلمان ده برلمان تشريعي. سواب يتلقى مشروعات قوانين من الحكومة. او تبقى للميادة 122 من الدستور. ان من حق عشر اعضاء مجلسي قدموا مشروع قوانون. فهناك فرق. انما انا انا عايز اقول ايه. في بعض الموضعات. كانت عايزة ان احنا نحرك. يمكن انا من الموضعات انا اتكلمت فيها. انا يمكن اعملت الموضوع يمكن بعد ما خدت موافقة مجلس الامناء. انها ننزل اه على الطبيعة والف المحافظات. انا رحت 14 محافظة. اه لا رحت 14 محافظة. رحت اسوان. وعملت لقاء مع السعيد. رحت الدقاثية. رحت المنوفية. رحت الغربية. اسكندرية. البحيرة. اه اه بكرة راح المانيا. ايه صباح لساعة 7 الصبح. بكرة الصبح. اه سباح صبح. اه سباح صبح. اه برضو يعني رحت المحافظات دي كلها. رحت البحر الاحمر. ايه. واعدت مع الناس. والتخيت مع الناس وسمحت منهم. حين. مع كل اطياف المجتمع المصري. يعني مقول له حضرتك مع الشباب تروحت جامعة قناة السويس. مع الشباب هنا. طلبة. اه. في حضور دقيقس الجامعة. في الغربية مع المحافظة ديكتورة الرحمة. وعادنا جلسة طويلة. مع وضوطة بحيرة. وكذا يعني. وبسمع الناس. انت عايزين ايه من حرار. اعدت مع الفلاحين. ويمكن قلت كلمة. والحمد الله. ان الحمد الله. عاوزين زيارة لضمياطة دكتور. طبعا. 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 مهمة جدا ضمياطة طبعا. انا بيثبش اي منطقة. لان باطلع بانتاج جيدة. يعني هل حضرتك الفلاحين بس. الفلاحين انا قلت حاجة واحدة. يعني ترضي الفلاحين. وتساعد الدولة المصريين. حلو. ان انا فعل المادة تساعد عشر من الدستور. شكرا. هي ايه بتقولي المادة تساعد عشر من الدستور. طيب. بتقولي الزراعة مقوم اساس الاقتصاد الوطني. كبير. تلتزم الدولة. بتوفير تلتزم مستلزمات الانتاج الزراعي. والحيواني للفلاحين باسعار مناسبة. مهم. وتلتزم الدولة اللي كنت هل بتكلم عليها من شوية. باستلام المحاصيل الزراعية. الاساسية بينقصين اربعة هم. القط. الرز. الامح. الدرار. الاربعة بعضين. باسعار مناسبة تحقق هامش ربح. ويحدد السالمين. مش الحكومة تحدد. الحكومة تحدده بالاتفاق مع الفلاحين وجونات الزراعية. يكمل المادة وتعمل الدولة على تنمية الريف. اللي هي مثلا ببادرة حياة كريمة. حياة كريمة. يبقى لنا النهاردة ما النهاردة مجلس الوزر يقول ان الاردب الف ومتين وخمسين. ده ده تفعيل للمادة دي. انا بقول له يا فلاح انت موفق لك مستلزمات انتاج زراع. وهنا دي تمشي مع المبادرة تحت التحالف الوطن اللي عمل اهلي. ايو. مبادرة ازرعة. ازرعة. انا بدي الفلاح مستلزمات الانتاج الزراعي بأسعار مناسبة. ما يروحش عند السوق السودة. خاصة صغار الفلاحية. صح. وما يجي انتاج ما عادوش في بيته الانتاج. انا محتاج الانتاج. انا محتاج القمح. ومحتاج القط. واتفق معه قبل ما قبل. ولا بازرع. وانا سلمه التقاوي والمويدات والاسمتة على السعر اللي هستلم بيء الانتاج. ادي المسألة. القضية السكانية. انا عندي نص دستور المادة واحدة بعين. تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني. يهدف الى تحقيق التوازن بين معدن نموذ سكاني والموارد المتاحة. وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين الخصائصة. وذلك في اطار تحقيق انا محتاج دا دلوقتي. عشان القضية السكانية. التعليم شرحوا. يعني انا عندي قاعدة اشتغل عليه. في حاجات احنا سبناها بقالنا فطرة. فرصة الحوار الوطني ان نطلع الكلام. النقابات المهنية انا كنت قاعد معهم النهاردة. عندهم طبعا النقابات المهنية لابد ان يعاد النظر في مواردهم. ما ينفعش يبقى معاش مثلا مدرد ستين جنيه. ما ينفعش يبقى معاش راجل بتاع منها الرياضية ستين لي مجي نقزاي. دي مش فلوس مش مبالغ. لان القانون كان لسه بحط الدمغة بخمسة ساغ. ما فيش حاجة يبقى خمسة ساغ دي بقتي. وهكذا. يبقى النهاردة كل الملفات ديت انت بتعمل بتشارك المواطنين معهاك. عشان النهاردة احنا بني بدن الدولة يبقى فيه توافق بالمجتمع كله. قص على ذلك عجبنا نصة كلمة قالت في المجلس الامناء. عايزين نعيد بالصناعة اعتبرها. عايزين نعيد بالصناعة مصري اعتبرها. او طبعا. يا فين الصناعة. لابد ان احنا نعيد اعتبرها. هل في بعض المحاور او في المحاور التلاتة كبار مش اقول بعض المحاور بقى. هل في بعض الموضوعات الماوي 13 هنلحق قبل ستة وعشرين ابريل تلاتة وعشرين بقى. يكون مرة اتنشر شهر بالتمام والكمال. نكون طلعنا ولو بضع من التوصيات وترفع لفخامة الرئيسة. ان شاء الله ده يحدث ان شاء الله. ان شاء الله. نحا. هلالحق هلالحق تماما. اوسع حدك او اول القطار ما هيتحرك من اول محطة. لا يعني خلاص. هو بس اول ما نبدأ. بداية هيبقى فيه انطلاقها. لان هقول له حاجة انت وفيه بعض الموضوعات يمكن تاخد جلسة ولا جلستين او ثلاثة كتير. طبعا. لان مش محتاجة جدل شديد. هي موضوع متشخصة. وهنطلع بنتائج. والنتائج ترفع الرئيس مش هننتظر لما ينتهي الحوار كله. هنطلع اول بول يعني. المكان هتطلع القماش من هنا نسلم من هنا. طبع بالزبط كتير. والله يا دكتور كنت احب ان احنا نقعد اكتر بس الجيات اكتر من الرايحات. بعد ما حتك ترجع من المينيا نقعد تاني بإذن الله. تروح وتيجي بالسلامة. كل شكر لدكتور طلعت عبدالقاوي. عضو مجلس امناء الحوار الوطني. وعضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للمؤسسات الاهلية. كلام عن الحوار الوطني وحديث الحقيقة هيظل مستمرا. مش بس لحد ما يبدأ او تبدأ الجلسات الفعلية للمتحورين. ولكن مع رفع كل توصية. هنستمر في عرض هذه التوصيات. بل ومناقشتها. وهكذا. خلصت الحلقة لحد كده. لكن كريم رمزي يكون موجود معكم خلال دقتين بالكتير تلاقوا موجود وبرنامج رقم عشرة. اما احنا لو كلنا العمر فانقابلكم ان شاء الله يوم السبت الجاي. وبرنامجكم التاسعة. سلامات. اشتركوا في القناة